ضحية الغيرة حبس زوجة ولد التفلة سجدة بسهاج وأقول لكم تفاصيل وفاة التفلة سجدة بسبب مرات الأب التفاصيل كاملة والحصرية والجديدة أمرت نيابة العامة بحبس المتهمة بقتل التفلة سجدة أنور لعندها خمس سنين اللي هي زوجة أبوها حبسوها أربع تيام عزم التحقات حيث تم العصور على التفلة بها أثار خنق حول الرقبة بالطابق الثاني بمنزل ولدها بقرية بنجا ديارة مركز شرطة طهطة شمال محافظة سهاج تعود أحداث الواقع لما اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزرية الداخلية مدير أمن سهاج تلقى اختار من مأمور مركز شرطة طهطة ببلاغ بالعصور على طفلة بها أثار خنق حول الرقبة وسط الزراعات ديارة مركز شرطة طهطة شمال محافظة سهاج كما تبين من التحريات الأولية أن الجصة للتفلة تدعى سجدة أنور مبلغين عن تغيبها عن المنزل وأثبتت التحارات حول الواقع أن وراء ارتكبة الجريمة زوجة والد التفلة هي الرتكبة الجريمة لوجود خلافات بينها وبين والدتها يعني فيه خلافات بين زوجة الأب وبين أم سجدة الله يرحمها حيث قررت أنها تنتئم منها من خلال بنتها الصغيرة تم إداعي الجصة من الشرحة المستشفى طهطة العام وحرر المحضر اللي لازم بالواقع طولة النيابة العامة التحقيق كما تم ضبط المتهمة والأمر تنيابة العامة بحبسها أربع أيام على زمة التحقيات اشتركوا في القناة